السؤال من هم أهل السنة والجماعة؟ الجواب أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى سواها لا في الأمور العلمية العقدية ولا في الأمور العملية الحكمية ولهذا سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج العقدي أو العملي مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدعة